اه ناس كتيرة بتبعت لنا فيديوهات على اهتمام الزملاء في قناة الزمالك باللي بتقال في قناة الاهلي عن النادي الاهلي وانا لما اطلع في قناة الاهلي اتكلم على تاريخ النادي الاهلي سبحان الله دي دايق الناس في ايه كل نادي له تاريخ وكل نادي له اسهام في مرحلته وكل نادي له كل التأدير والاحترام بس انا وانا بتكلم انا ما تكلمش عليك هتكلم في ايه مهدين ارجع تاني لا هو بينكر علي ان انا اتكلم على تاريخ الاهلي يعني النجوم نديك. تكلم على رموز نديك. ده ده بالتأكيد هدف من اهداف ورسالة من ضمن رسائق. يعني انا ما بنتكلم على التاريخ بيجيب كائنات فضائية نتكلم عليها ولا ولا شخصيات موجودة. ده الانتحاد الافريقيا اللي بيقول. يقول لك ده بيقولوا ان الصحف الاماراتية ايطا ما تقرأ. تطلع فلان فلاني عندي هو الاسطورة. لا يقول لك لا ده انت تقصد ان انت بتلقح كلام. وليه القح كلام. انه لو هقول كلام هقول له دايريكت. مش محتاج ان انا القح. على فكرة. ولا امقح. ما ما فيش مرة جبنا سيريتهم. خالص. كمبادرات. احنا برد على اللي بيتقال. طيب. فقط. الاقي مثلا الزميلين الكابتن خلد الغندور والوستاذ احمد جمال. برضو بيستضيفوا حكام سابقين. كانوا حللوا في قناة الاهلي. وقت ما كانت فيه استوديو تحليل الناس بتطلع يقول لك ايه حق جايبين الخبراء التحليل علشان يطوعوا كلام. وقرارات التحكيم لصالحه. لا والله. طب ديك انت استضافت دلوقتي. اللي اتنين واربع. الكابتن سامير محمود عثمان اللي كان له اه وجود في الاستوديو التحليل في قناة الاهلي. ثم الكابتن ياسر عبر اوف. واللي اتنين بيسألوهم. هما كانوا بيتكلموكو ايه? كانوا بيتغطوا عليكو. طب انت مشيت ليه? برضو ما بتجيبش حاجة من نفسنا. اسمعوا الكابتن سامير عثمان. ثم الكابتن ياسر عبر اوف. اه بادب كلام غلط. اه. كلام غلط. ليه ما ينفعش حد يقول. ما ينفعش ان دي كت مكافأة? مكافأة مين? هون بلعب في النادي الاهلي ولا بببب. هلك وكأنك كنت لعبا في النادي الاهلي. يا احمد الكلام ده كلام يعني احنا قلت لك ادبيا. اقول الكلام ده مش غلط. مش عاوز اقول الكلمة التانية. اللي بيقول كده ناس مجنين. ده واحد مجنوني اللي يقول كده. اه. لسبب بسيط انت ما بتكاروه انت في قناة النادي الاهلي. لو انت عاوز تجيب سيرة النادي الاهلي. انا عدت سنتين في قناة النادي الاهلي. فيش حد في قناة النادي الاهلي عمره. ما قال لي تقول ايه? وما تقولش ايه. لو هنرجع للتحالات التحكمية اللي كنت بحللها في قناة النادي الاهلي. فبعض المباراة ممكن ادهلك بالاسم. قلت لأ النادي الاهلي تم احتساب خطأ ليه من سليم وخد يعني ممكنش حد بيوبخك. خالص. يعني كنت بتقول مسلا الاهلي مسلا تجامل في ده او. ارجع ارجع للمباراة للاهلي وحرس الحدود. يخلي الناس بقى اللي عاديين كده على سوشال ميديا ميديا يعملوا يصيرش على القناة الاديلالي طالما انت فتحت الموضوع ده. طبعا طبعا. يفتح الموضوعه وشوف انا قلت ايه. يعني كان عادت من الجرأة. مش مش من الجرأة. هم من الجرأة. وهم ما ندخلوش في اله. انت كنت بقى معهم كده. ان لو حاجة تجامل فيها السهل. هتقولها هتقول الاهل تجامل فيها. احمد انا بتكلم بسرعة. انا في قناة الزمالي. اه. تمام. وبقول في قناة الاهلي عمر ما في حد قلي. قول ايه وما تقولش ايه. تمام. ليه. عشان انت ما تبقى فيه كورة سليمة واضحة. انت هتقول عشان يبقى فيه مصدقية. ليه. انا في الاخر بحلل حالة تحكمية. اه. اني ما نفعش كورة واضحة فيها تسلل. تسلل. وانت تقول مش تسلل عشان تقعد في قناة الاسماعيلي. فيه مثل بيقولك ايه مش يعيد اللي يحتار عدوك فيك. هذا ما يفعله الاهلي. وهذا ما يفعله ضيوفه المحترمين. فانت جاي اه عايز تثبت حاجة. الحمد لله اثبت. يعني طلعت الاثبات لصالح الاهلي ورجاله. وفلسفة قناته. والنموزة اللي جاي برضو حيأكد. اعتقد هذا المعنى. يا كابتن سبير وصمان قالك عمر ما حد تدخل. عمر ما حد قال لي تقوليه ولا ما تقولش ايه. كلام جميل. الحالات موجودة كتير لما بقول قرار لا يتفق مع الاهلي. لكنه عمر ما حد منعني. انت شغال هناك مكافأة. قال له لا. انا يعني عايز اقول اللي يقول كده ده مجنون. انه حد يعتقد انه ممكن يبقى فيه معاملة بهذا المستوى او بهذا الشكل. حديك بس يقول. اصلا هو ما دي الفكرة. اه. حديك بس يتقول لانا عايزه. اه. مين مين حد يرضى الكرام توازه الكلام. هو الراجل اهل حتى سبير وصمان قال له انا عندي من الشجاعة ما يكفي ان انا اقول ده وانا في قناة الزمالك. انه ده ما حصلش في قناة الاهلي ولا يمكن يحصل. وقال انا يعني انت قد او قرارات كانت اه. ضد مصلحة فرقة الاهلي. اه. ومحدش ان اعترد. اه. كابتن ياسر عبروف كمان مع الكابتن خلد الغندور. الكلام مهم. تحليلك على قناة النادي الاهلي. هل كنت ببقى صوت وصورة قدامك فبتحلل حالة. مش ما بتبقاش حاسس ان انت لازم تجامل شوية او لو ما جاملتش هتتهاجم او اللي حواليك حتى المقدمين المحللين يعني كنت بتلاقي الامور ازاي. طيب انا حديك لقابل مسألة وبعد كده حرد عليك. فيه ضغوط اكتر من الضغوط اللي ممكن توجهها جوال ملعبة. اللي هو اللي هو الجماهير فوق دماغك الاعلام ومتصلت عليك اللعيبة بتطلط عليك جوال ملعب. فدي اكتر ضغوط ممكن تتعرض لها. فما اعتقدش ان انت قاعد على تربيزة وفي تكييف وانت قاعد بتتفرج على شاشة قدامك ان انت حتميل او ان انت تجامل. ممكن تجامل لحية تانية. انت ممكن تميل او تجامل عشان اكتل ايشك. انت عايز تفضل موجود في المكان. عايز تفضل تقبط. اه. الحقيقة مش ورد عندي. انا من اول يوم راح تقول لهم الفكرة بتاع التحكيم دي. دي حاجة بره القناة. انا حكم وحفظ الحكم وعيش حكم وحوض حكم. فاللي انا شايفه انا هقوله. ممكن لانا شايفه ده يكون عكس الناس تقولوا وره في قناة التانية. ممكن يكون في صحة الاهلي. ممكن يكون ضد الاهلي. ولكن ده مش موجود عندي. والحقيقة انا لازم اذكر برضو دي. ان محدش فيهم مرة جيه في القناة وقال لي تقول ايه ما تقولش ايه. ولا حد عاتبني على قرار انا اقول. ايه مش يا عيد اللي احتر عدوك فيك. وعتيك الانصاف. على فكرة. يمكن الفيديو ما اكملش لانه هو. لما سألوا. ام المشيت ليه. لأ عشان دخلت اللجنة. وده اللي حصل مع كبت سبير واصمان نفس الحكاية. لما دخل اللجنة ساب استوديو التحليل. على ايه الحمد الله اللي السئلة بتتسئله. على اه الحمد لله اللي جابتت سمعت. وقاتي يعني الانصاف لانه مش الاهلي اللي محتاج. انه اه. وقلت قبل كده. ان كده وظيفتنا ان احنا نجيب حق الاهلي. اه لكن ما نجيبلوش حاجة مش من حقه. ده كلام مهم جدا وكلام محترم. نتمنى ان الكل ينشغل ويهتم ويركز في شغله وفي نديه لان ده كلها من حقها تشتغل ويا رب الكل ينجح ويضيف لمصر بازن الله ولكرة المصرية.